الفرق بين أعراض الحمل والكيس على المبيض أعراض الحمل تشمل أعراض الحمل تأخر الدورة الشهرية عن موعدها لأسبوع واحد أو أكثر في حال كانت منتظمة الشعور بآلام في الثديين أن تجعل تغيرات الهرمونية خلال الفترة الأولى من الحمل الغثيان والتقي ويكون الغثيان خلال أي وقت من النهار ولا يقتصر على الصباح ويجدر الإشارة لإمكانية غياب هذا العارض وعدم الشعور به النعس والإرهاق الناجم عن ارتفاع مستوى هرمون البروجستروين في الجسم التقلب المزاجي والحساسية المفرطة الانتفاه المشابه لانتفاخ بداية الدورة الشهرية التبقيع الدموي والطفيف الناتج عن انغراس البويضة الملقحة تقلصات وتشنجات رحمية انسداد واحتقان الأغشية الأنفية مما يؤدي إلى سيلانه الإمساك العزوف عن تناول بعض الأطعمة الناتج عن حساسية الروائح وتغيير حسة التذور أعراض الكيس على المبيض تشمل أعراض الكيس على المبيض ألم يتباين ما بين الطفيف والحد يتمحور في أسفل البطن وبالجهة القريبة من مكان التكيّس ثقل للبطن وامتلاؤه وخصوصا بعد تناول الطعام الانتفاخ في منطقة البطن دور شهرية غير منتظمة بالإضافة لكونها غزيرة أو أخف من المعتاد الألم خلال الجماع ما هو وجه التشابه بين أعراض الحمل والكيس على المبيض؟ على الرغم من الفرق بين أعراض الحمل والكيس على المبيض إلا أن الحاجة للتبول بكثرة هي أحد الأعراض المشتركة بينهما ويعود السبب وراء ذلك في الحمل لازدياد كمية أدم في جسم الحامل مما يدفع الكليتين للتخلص من السوائل والفضلات الزائدة من خلال التبول أما عن السبب الرئيس لظهور هذا العارض عند الإصابة بكيس المبيض فهو ناتج عن ضغط الكيس على المثانة مما يؤدي إلى تقلص سعتها والتبول بشكل متكرر كما أن تأخر الدورة الشهرية عن موعدها في الحمل وتأخر الدورة في حال تكيس المبايض بسبب عدم انتظامها من الأعراض المشتركة